مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم نزلت لكم وصفة جدا روعة اللي هي السمنة كيف تعملوا السمنة أو كيف تحولوا الزبدة إلى السمن جدا سهلة وبسيطة وتصدقوني من ألد السمن اللي بتضوقوه ينفع للحلويات المعمولة البسكويتات للطبخ لكل حاجة للبقلاوة الكنافة اللي انتم حابين تستخدموه ايش تستخدموه فيها السمنة بتستخدموه والصراحة جدا نظيفة وحاجة بالبيت اليوم دم اكتلكم طريقة السمنة مع كده فلوق يعني فلوق التصوق وكده اني حسيتكم تحبو الفلوقات لما اروح اتصوق في مصر خصوصي اللي عايشين في مصر زي يمنيين مقيمين يعني في مصر فانتم اكيد تحبوه هذا وفي كل يعني مصر بقولكم حاجة في كل مكان في اللي هي خدمة يسموها في سوق يكون في اي منطقة يكون فيها سوق يعني سوق شعبي في بكل حاجة في بالدجاج الخضار بكل شيء الملابس كل حاجة في كل منطقة في مصر يعني الحمد لله قنبي كل حاجة كل الخدمات يعني محتاجش اروح اماكن بعيدة اروح يعني قنبي كل شيء هنا اول حاجة عملت فطار لأهل بيتي عملت لهم هذا البيض بس اقدمته كده بشكل حلو يعني شوفوه دي اشكال تطلع فاخي كان يضحك يقول لي ايش هادي الاشكال وبالعافي عليهم فطروا اول حاجة شوفوه مخرجة السوق هنا عبيت راح تعبي الكارت انتم عارفين في مصر الكهرباء بالكارت لازم تشحنوا الكارت بعدين تحطوه على الكهرباء وشحلكم الكهرباء بعد كده خلاص رحنا للسوق اول حاجة شفت الليمون نزل سعره ويجنن دامي شفت الليمون قلت لازم ايش نعشر لازم نعمل العشار قبل ما يخلص الحر والحماء فان شاء الله بعشر باذن الله وزننا العشار كده وزننا العشار وزننا الليمون لعني انا اخذ تقريبا 2 كيلو الليمون السوق الارانب والدقاج الحمام البطل متوفر لو شفتوا بس ادي كده احزان عليهم وهنا المخبوزات بس اني ما رحش اشتري مخبوزات لاني ما حبش اشي مكشوف يكون يارتي يعني اسمعوا مننا ويغطوه لانو شوفوه تكاتيك وكده اطربات تجي على الكعك والبسكوت من بيشتري بياكل كعك والبسكوت فيه لو اطربة علي لاتتغسل زي الخضار لا وكده اخذت البصل وبطاط طبعا اسعار الخضار ارتفعت عن ما كنت اشتري يعني كل اسبوع احس بترتفع اكتر بس هذه يعني واحد اشيكون خلاص عمل ميزانية عارفة يعني حدد ميزانتي ما ان الخضار غلط والميزانية ما زادتش اسمعي يا جارة اذا كانت ان شاء الله تشوف الفيديو وتسمع الجارة اللي قنبي وتعرف ان الميزانية ما عداش تنفع نشي نطالب برفع الرواتب طبعا اني اليوم خرجت عشان اشتري زبدة عشان اعمل سمنة فاخد زبدة بقري ما قدرش اصور لانه كان المحل زحم المكان فخلاص اخدت هذه الزبدة هذه عبارة عن زبدة شوفو كيف مكورة وفي زيات كلوني ابيض هذه القاموسي نفس الطريقة كلهم نفس الطريقة اول حاجة بسيح هذه الزبدة اول خلوها تصيح تماما انتم بتشوفوها بس ساحة كده برقات تشوفو تصيح طبعا بقلي به انتبهو شوفو اهم حاجة الملعقة اللي تقلبوا في به ولا قطرة ماء تكون في به انتبهو لا تحطوش فيها قطرة ماء ولازم تشوفو لما تروحو تشترو الزبدة من مكان يعني تعرفو تكون زبدة نظيفة مش اي احد يقبلكم زبدة او ممكن احد يقبلكم من البلد بس تكون يعني حاجة حلوة اول انتم قربو كيلو خدو كيلو نصف كيلو بعدين اشطحو قربو اثنين كيلو انا اخدت الان كيلو شوفو دابت الزبدة كيف بدأت ترغي هذه الرغوة حق الحليب حق الزبدة خلص نقص نقلبه لازم تكون على نار هذا انتبهو ترفعو النار اذا رفعتو النار بتحرق منكم السمنة ومطبوز يعني وشوفو بعدين كده وصلت لهذه المرحلة بدأت الحليب ينشاف او الرغوة توداء تخف قلبوها بين فترة وفترة لازم تتقلب يعني ما تقصوش على طول تقلبوها بس تروحو ودقو عليها على نار هادئة شوفو كيف اقلبها اشوف كيف ما شاء الله الرغوة هادي الان بترجع مرطة يسموها مرطة تنزل تحت هادي الحليب يتجمع ونزل تحت هو اللي ينكيه السمنة هو اللي يخلي طعم السمنة حلو طعمه كده مثل سمنة فارم مثل سمنة المراعي وممكن احلى كمان اذا اني نطقته صح مرطة او مرطة ما انتبعدلولي معرفش عنه صح قلت او لا بس تقدروا شوفو هادي السمنة تعملوها بزبدة لورباك او المراعي او زبدة بريزنت تقدروا تعملوها بالزبدة اللي تكون قاهزة بالسوبر ماركت وترجع نفس كده نفس الخطوات تعملو له وشوفو اول ما حسيت انو الحليب قل كتير ببدأ ايش يعني رشة ملح اختياري رشة الملح رشة بسيطة لا تذكر قبصة زي ما نقول قبصة ملح عرفتو اذا زاد شوفو بقع مالح لا حاجة بسيطة كده درت ملح كده شي بسيط وهنا ما شاء الله بدأت خلاص تقهز السمنة شوفو كيف بدأ يختفي هذا الان الابيض كله نزل بدأ ينزل ولازم شوفو يرقع لونه يعني لونه كيف اقولوكم يرقع لونه مكرمل او لونه كده بني فاتح خلاص الان هذه المرطة كله نزلت تحت وشوفو كيف استوى لونه بدأت ايش يعني لونه زي بني الفاتح او البيج انا احب بعضهم كده خلاص جاهزة الان السمنة بعضهم يعني يخلونه كده فاتحة بس انا احب اخليه شوية تكة يعني تغمق لانه تعطيني طعم كل ما شوية غمقت تعطيني طعم حلو بس متخلواش تغمق كتير لانه لما بعدين تطفو النار تقليه مع الحرارة حق السمنة تغمق اكتر انا زي كده طفيت النار خلتها كده توصل البيج الغامق شوية او البني الفاتح وطفيت عليها النار وخلاص اخليتها تبرد بتشوفو انها كيف بعد ما بردت يعني وصلت لداب بتشوفو انها كيف بعد ما تبرد السمنة كيف يعني غمق المرطة تغمق فاني مش جيش كتير اذا خلتوها غامقة يعني نفس كده لما اول ما تبرد بترقع سودع بتحرق فاني خلاص خليتشوفو كيف تكون طفيت عليها الان بعد ما بردت شفتو كيف المرطة لونة لونة كده بني بس البني كده اللي غامق شوية عشان يعني بالحرارة حق السمنة بعد ما طفنها هي تحمرت والان ببدأ اصفية حاول انه يكون معاكم مصفة يعني مصفة تكون صفوها بعد ما تبرد يكون مصفة يعني خفيفة فتحات صغيرة بس اني ما كانش عندي الى هاد المصفة اني اول يعني سكبته بعدين ذكرت الصفاية حطت الصفاية خلاص كده صفوها تمام طبعا لونة يكون مصفر زي سمنة فارم المراعي اذا انتم في عدن زي لونة سمنة ممتاز زي كده يكون لونة وريحتها كأنكم تعملوا كعك شفتم ما تعملوا كعك بتفور ريحت السمنة كيف هذه المرطة اللي طلعت مني مايربناش يعملوني ايش فوق الفول فوق الفصولية تقدروا تعملوها تقدروا كده تاكلوها مع ياكلوها مع عسل اضن او قشطة او يعني عرفتو كيف استخدموها في الاكل من فوق كده اذا شفتو نحن اعمال السمن البلدي فوق الفول والفصولية هم زي كده طبعا اذا وصلتو الى هنا لا تنسو تشتركو في القناة تفعيل قرس الاشعارات و لايك و كومنتس حلو منكم تمام وطبعا اذا كان عندكم صيف احفظوها بالتلاقة السمنة زي اني بالحماء احفظوها بالتلاقة وبالشتاء اخليها جنبي بالمطبخ وحتى لو حططو الان جنبكم بالمطبخ عادي بس انه تكون كمية قليلة مش تخلوه مش حق كمية كبيرة من الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالعافية اليو لكم و لا تنسو تشتركو في القناة وتفعلوا قرس الاشعارات و لايك و كومنتس حلو منكم وتشاركو الفيديو مع كل اصحابكم واهلكم عشان يستفيدوا